والنبي بقى كده يا جدعان شوية لايقات علشان الشيطة دخلة والواحد متالج والكسل بيطغى على الواحد في الظروف ديت لو حضرتك رحت الشركة علشان تعملك مطجر إلكتروني مش هتاخد منك أقل من 10-15 ألف أنا بقى في الفيديو ده هخليك تعمل مطجر إلكتروني كامل متكامل من الصفر تبني بنفسك بتكلفة رمزية جدا وبدون أي خبرة سابقة في البرمجة وبسهولة تمة كل اللي عليك أن أنت تتابع الفيديو ده للنهاية لو مش هتشتغل هتستفيد أقصى استفادة ممكنة إن شاء الله هتلاقي تحت كده في الفيديو لو أنت متابع معايا بالخطوات هتلاقيني كاتب لك وقت وجنب الوقت ده مثلا القسم اللي أنت هتتنقل عليه بحيث أن أنت لو مثلا وقف معك أي مشكلة زي مثلا إنشاء الصفحات زي مثلا إنشاء الكاتيجوريز إنشاء الأقسام زي تعديل الصفحة الرئيسية كل الكلام ده كل اللي عليك أنك أنت بس تشوف الحاجة اللي أنت محتاجها في الوصف أسفل الفيديو وتدوس على الوقت اللي جنبها هينقلك مباشرة للحاجة اللي أنت عايزها بدون بقى أنت ما تعد تبحث وتقدم في الفيديو وتأخر فقط تسهيلا عليك كل اللي هنحتاجه إن شاء الله هو استضافة زائد دومين وهقولك إزاي تجيبهم بسعر رمز جدا زائد قالب أو ثيم وده إن شاء الله يكون مجاني بس كده كل اللي جاي إن شاء الله سهل وبسيط قوي مفيش في أي تعائدات وإن شاء الله في أقل من ساعة هيكون عندك متجر إلكتروني تبيع في منتجاتك زي سوق ضد كمة بس يكون خاص بك أنت تقدر تبيع في كل المنتجات تخليه باللغة العربية بالأجنبية بأي لغة أنت حبيبها فقط تابع معايا للنهاية بس زي ما قلت لك علشان بس ما نكسلش وتحفزني إن نقدم لك كل جديد ما تنساش لايك للفيديو ده علشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد ممكن كل الروابط اللي هنتكلم عليها هتلاقوها أسفل الفيديو ده مباشرة إن شاء الله كوباية بقى شاي كده أو كوباية قهوة أو أي حاجة أنت بتحبها وحطها قدامك وبإذن الله فرجة ممتعة وزي ما وضحت من شوية إن أي شركة هتعملك الشغل اللي هنعمله في الفيديو ده مش هتاخد منك أقل من 10 تلاف أو 15 ألف لكن في الشرح ده بمبالغ رمزية جدا لا تتعدى 700 أو 800 جنيه في السنة هتقدر تحصل على متجر كامل متكامل زي سوق دوت كوم إن شاء الله تعالى وتقدر تضيف عليه كل منتجاتك وتبيحها على المتجر بتاعك وتشهره بطريقة كويسة جدا وشركات الشحنة وإضاف الطرق الدفع وكل الكلام ده هنتعرف عليه في الفيديو ده بالنسبة للإستضافة والدومين أنا أنصحك إنك أنت تشتريهم من هستنجر لأن هستنجر اليومين دول عاملين عروض حلوة جدا سيبهلكم في المقالة بتاعت أسفل الفيديو ده لدرجة إن الدومين أصلا بيوصل ل0.89 سنت في أول سنة يعني لو أنت حضرتك محتاج أي دومين من الدومينات ديت لمدة سنة كاملة هتاخده بأقل من 1 دولار لمدة عام كامل وبالنسبة للإستضافات نفسها عليها عروض بتوصل ل90% لحد نهاية الشهر ده لأن إحنا في شهر 11 اللي هو بيكون فيه البلاك فراي دي بالنسبة لشركات الشحنة فيه منها كتير جدا ويتمنوا إنهم يشتغلوا عندك أراميكس عندك فيديكس عندك غيرها وغيرها وغيرها كل اللي عليك إن أنت تكتب أفضل شركات الشحنة في مصر في جوجل وهيطلع لك شركات شحنة كتير جدا كل اللي عليك إن أنت تتواصل معاهم وتقول لهم إن أنا عندي مطجر وعندي منتجات عايزة بحق إيه المطلوب مني وعملاتكم كان بالزبط أو اللي بتاخدوه كان بالزبط على المنتجات لمحافظات أو برا مصر أو شحن دولي لو عندك هيددو لك طبعا كل المعلومات الإضافية اللي أنت محتاجها وطبعا بالنسبة للموضوع بتاع شركات الشحن ده حضرتك مش هتحتاج فيه أكتر من المعلومات الكافية اللي هتخليك فاهم إن أنت هتتعامل إزاي يبقى كده كل اللي عليك مثلا تكتب أفضل شركات الشحن في جوجل هتطلع لك أراميكس هتطلع لك فيديكس هتطلع لك كيوكس بريس هتطلع لك شركات كتير بيء الأرقام بتاعتهم هتاخد الأرقام وترفع سماعة التليفون بتاعتك عليهم أنا عندي منتجات وعندي مطجر وعايز أتعقد معاكم وعايز أفتح حساب عندكم إيه المطلوب علشان أبدأ شغل معاكم هم هيقولوا لك كل التفاصيل اللي أنت محتاجها كده خلصنا من موضوع شركات الشحن دلوقتي لو اشتريت استضافة من وستنجر لمدة سنة أو أكتر هتاخد خصم بيوصل لنسبة 90% زائد دومين أو نطاق مجاني مش هتدفع عليه أي حاجة خالص لو اشتريت الاستضافة لمدة سنة أو أكتر أولا هسيب لك لينك أو رابط الاستضافة دي في الوصف أسفل الفيديو هتضغط عليه مباشرة هيجيب لك الصفحة دي هتيجي عند كلمة استضافة هتضغط عليها وبعد كده استضافة مواقع مشتركة هتضغط عليها هتستنى لما يدخلك للصفحة مباشرة دلوقتي لو نزلنا تحت شوية يا شباب هنلاقي كل الاستضافات اللي احنا نقدر نشتغل بها فلو حبيب تشتغل تقدر تشوف كل المميزات بتاعة الاستضافات من هنا أو من هنا تشترك معاهم بمبالغ رمزية جدا ومميزات كتير جدا انا انصحك بالاستضافة اللي في النص دي عايز تاخدها شهر سنة سنتين زي ما انت عايز هتضغط علي كلمة اضف الى السلة هيجيب لك تلقى ايا ان انت تاخدها لمدة 48 شهر لو خدتها لمدة 48 شهر هيحسبك الشهر ب$89 سنت طيب لو جبتها لمدة 24 شهر اللي هم سنتين هتاخدها ب$70 لحد السنتين كلهم وطبعا هيحسبك الشهر ب$3 ل$5 سنت لو خدتها لمدة سنة واحدة هيحسبك الشهر ب$3.75 سنت السعر النهائي لها مع نطاق مجاني يا شباب دوت كوم او دوت ارج او دوت نت كل اللي عليك ان انت تبحث عن النطاق هنا كده ب$45 دولار في السنة ولو حطيت هنا كده كود الاحباب هتاخد خصم اضافي على كل الخصمات اللي بتوصل لـ 90% ديت وهتشتري تقريبا ب$41.85 سنت لمدة سنة كاملة شباب اعتقد ما فيش افضل من كده عايز تاخد المدة شهر ما فيش مشاكل لو يعني عايز تجرب دونيتك وتشوف الدنيا فيها ايه بس ايه لو خدت المدة سنة حسبك الشهر ب$3.50 لو خدت المدة سنتين هيحسبك على$3 لربع تقريبا وهنا كده بتحط النطاق بتاعك وبعد كده بتقوله انها اتطلب هيطلب منك الاسم بتاعك وهيطلب الاميل وهيطلب انك انت تعمل بصر ده علشان تخش به وبعد كده تحط بيانات الفيزا كارد بتاعتك او الماستر كارد او طريقة بقى الدفع اللي انت حبيبها باي بال بيتكوين لايتكوين اا شركات تانية كتير جدا او بونوك تانية تقدر ان انت تدفع بيها لو انت من مصر من هنا ومش عارف ازاي تدفع تقدر تدفع عن طريق الماستر كارد اللي هي فودافون كاش تعمل فيزا فودافون كاش وتدفع بيها بدون اي مشاكل تماما واكتر ميزة بقى يتميز بيها وستنجر ان هم عندهم ده ملزبين باللغة العربية يعني لو عندك اي مشكلة بتخش في الشات مباشرة تكلم اللي هو اللي موجود في الشات وبيحللك المشكلة بتاعتك بدون اي مشاكل ونيابة عنك لو انت حابب عايز تاخد المعلومات منه وتعمل انت مفيش مشكلة عايز ان هو يحللك المشكلة برضو مفيش اي مشاكل خلاص كده انت دلوقتي بقى معاك الحساب كامل متكامل يلا بقى كده نعمل تسجيل دخوله ونشوف الخطوات الجاية ايه بعد ما هتدفع ويجي لك بيانات الدخول بتاعتك اول ما هتعمل تسجيل دخول هيجيب لك الصفحة دي طبعا هنا كده هيكون عندك الاستضافات وتحت هيكون عندك النطقات بس طبعا دلوقتي الاستضافات بتاعتك بتكون موجودة هنا لو انت عندك استضافة واحدة بدون واحد فقط هيزهرولك هنا كده وهزهرولك مربوطين كل اللي عليك ان انت هتضغط على كلمة ادارة بالشكل اللي هو ده كده هيجيب لك هنا كده لوحة البيانات اللي انت تقدر من خلالها تعمل اي حاجة في الحساب بتاعك انا علشان عندي اكتر من دومين مربوطين بالاستضافة فهختار الدومين اللي انا هشتغل عليه او اللي هعمل عليه الثيم او اللي هعمل عليه المتجر الاليكتروني دلوقتي بقى مصطفى امين عنده الحساب اللي هو بتاعه ده وعنده اصلا موقع وعنده كل الكلام ده بس هو عايز يحزف الموقع ده ويبدأ من الصفر يعمل ايه اول حاجة يعملها هيضغط على كلمة لوحة التحكم بعد ما يختار الدومين اللي هو هيشتغل عليه ويتأكد من الدومين بتاعه من هنا كده وبعد كده يروح على ملفات ويروح على مدير الملفات بالشكل اللي هو ده وبعد كده هيلاقي اسم الدومين بتاعه موجود هنا كده هيضغط على كلمة او ويعلم على كل الحاجات اللي موجودة هنا ويعمل دليت وبعد كدهудьreten. علشان نقدر نحذف كل الملفات بتاعة الموقع اللي موجود الحالي ونقدر نرفع الموقع بتاعنا من اول وجديد كده تم حذف الموقع بتاعنا بدون اي مشاكل تماما لو جينا فتحنا الموقع بالشكل اللي هو ده كده هيجيب لنا index of يعني ما فيش موقع عندك من الاساس نروح برضو على قواعد البيانات بالشكل اللي هو ده في نفس الدومين او في نفس النطاق ونروح على قواعد البيانات mysql ونحذف قاعدة البيانات اللي كانت مربوطة بالموقع لو كان عندنا اصلا موقع قبل كده انا كان عندي برضو موقع قبل كده اللي هو ده ورلد نيوز ده وهحذف قاعدة البيانات بتاعته تماما علشان نبدأ من الصفر وبدون اي مشاكل تماما الكلام ده انا بشرحه لو انت عندك موقع لو ما عندكش موقع هتبدأ معانا بعد شوية بعد كده برضو نروح على متقدم ونروح على ذكرة التخزين المؤقت ونعمل افراغ للكل كده شباب جاهزين ان احنا نثبت الورد بريس من اول وجديد نروح على لوحة التحكم ده شباب ونروح على المثبت التلقائي ونحذف الموقع بتاعنا زي ما هنشوف دلوقتي اللي هو وورد بريس بالشكل اللي هو ده نعمل حذف وتأكيد كده يا شباب لو رحنا على الموقع بتاعنا وضغطنا على روتانا نيوز ديت برضو كده احنا حذفنا حذف كامل يبقى اول حاجة هنعملها هنروح على نتأكد ان الدومين بتاعنا هنا ونروح عند قواعد البيانات يا شباب ونروح عند MySQL ونعمل قاعدة بيانات جديدة اولا كده هنفتح تيكست جديد ونحطه في كل المعلومات بتاعت قاعدة البيانات بتاعتنا بعد ما فتحنا تيكست جديد يا شباب نيجي هنا كده نسمي قاعدة البيانات اسم القاعدة نفسها مثلا بضائع وي اسم المستخدم وفي كلمة المرور نختار كلمة مرور وناخد كل الكلام ده كوبي ونحطها في تيكست لسق تمام وي ناخد بضائع ديت برضو نسخ ونلزقها في الكلمة اللي احنا عملناها بحيث ان هي تكون بالشكل اللي هو ده كده تمام ونروح عند اسم المستخدم ونسميه برضو تحتها اللي هو مستخدم مثلا نحط برضو نفس الاسم ونروح حطين جنبه كلمة ستور اللي هو اسم المستخدم وكلمة السر اللي احنا عملناها عشوائيا من هنا نختارها ونعمل لها نسخ ونروح نحطها هناك لصق يبقى دي كده قواعد البيانات الشرح ده للمبتدئين تماما يا شباب يبقى احنا كده عملنا سيف لقاعدة البيانات ما ننساش بقى نعمل لها انشاء من هنا كده تم انشاء قاعدة البيانات بتاعتنا بنجاح وموجودة عندنا تحت يبقى اسم القاعدة موجود وكل الكلام ده موجود نروح بقى على المثبت التلقائي او مواقع الويب ونروح على المثبت التلقائي ونروح على ورد برس ونختار HTTPS او الHTTP زي ما هو موجود عندك في الاستضافة بتاعتك وهنا كده نكتب اسم مستخدم المدير او اللي هنعمل به sign in او log in او تسجيل دخول في الورد برس اللي هو مثلا مصطفى امين ولازقين في بعض وفي كلمة المرور نختار كلمة مرور عشوائية وفي البريد الالكتروني نحط البريد الالكتروني بتاعنا وفي عنوان الموقع نحط اللي هو اسم الموقع بتاعنا اللي هو مثلا بضائع او اي حاجة هنا كده تختار اللغة اللي الموقع بتاعك هيتميز بيها اللغة الانجليزية العربية اي حاجة وهنا كده نختار قاعدة البيانات بتاع بضائع اللي احنا انشأناها ونحط لها كلمة السر بتاعتها من هنا وبعد كده نعمل تثبيت بس قبل ما نعمل تثبيت يا شباب ناخد الاسم بتاع المستخدم اللي هندخل بيه على الورد برس ناخده نسخ وناخد برضو كلمة السر بتاعته نسخ ولسق بحيث ان احنا يكون هنا كده عندنا قواعد البيانات فوق وتحت موجود عندنا تسجيل الدخول للورد برس ونعمل save بعد كده نعمل تثبيت هنستنى شوية لحد ما يعمل تثبيت يا شباب كده تم التثبيت يا شباب نضغط على كلمة الو دية اللي هي جنب الدومين بتاعنا يا شباب وبعد كده نضغط على كلمة تعديل الموقع علشان يعمل لنا اعادة توجيه مباشرة للورد برس بتاعنا نشوف كده تم تسجيل الدخول للورد برس بنجاح يا شباب اولا كده لازم نزبط الاعدادات التلقائية او الافتراضية للورد برس اولا نروح على بلاجنز بعد كده install the plugins بعد كده نعمل deactivate لكل البلاجنز اللي موجودة بالشكل اللي هو ده وapply وبعد كده نعلم عليهم كلهم ونعمل لهم delete وapply حسن دي الاعدادات الاساسية والافتراضية اللي بيجي بيها الورد برس تم حدف كل الاضافات بنجاح نروح على settings وبعد كده نروح على reading وبعد كده نروح على بير ملينكس بعد كده نختار post name بعد كده نعمل save change نروح على general هنا كده بيقولك site title او اسم الموقع او المتجر بتاعك ايه هنسميه زي ما احنا عايزين هنا كده tagline او الوصف بتاع الموقع بتاعك متخصص في ايه ممكن نقول متجر متخصص في بيع البضائع الالكترونية بكل مميزاتها وهنا كده بيكون الموقع بتاعك اللي هو الورد برس وهنا كده site name بتاعك او site address بتاعك وهنا كده الاميل بتاع الادمن بتاعك وهنا كده اللغة وهنا كده اللي هو بتاعك وبعد كده عمل كده يا شباب احنا زبطنا الاعدادات الاساسية بتاعتنا معادة حاجة واحدة بس وهي اننا نروح على او الصفحات ونعلم عليهم كلهم ونحزفهم بالشكل اللي هو ده كده وبعد كده نروح على اللي هي الحاجات اللي حذفناها ونعلم على الكل وبعد كده apply كده يا شباب احنا جاهزين لتثبيت theme او القالب بتاعنا لو جينا دخلنا على الموقع بتاع بضائع ده يا شباب مش هنلاقي فيه اي حاجة تماما هنستخدم في الشرح ده قالب محترم اوي 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 اسمه استرا نيجي عند appearance بعد كده نروح عند theme بعد كده نيجي عند كلمة add new هنلاقي هنا كده كل الثيمات اللي موجودة عندنا نكتب كلمة اسطرة هنلاقي اللي هو الاولاني ده ما نثبتش التاني لأ نثبت الاولاني ده نعمل install ونستنى لما يعمل تثبيت للقالب او الثيم بتاعنا بعد كده نعمل activate اجي شباب اضغط هنا كده ونستنى ال activating جده علشان يحاولنا مباشرة للمكان اللي هنختار منه كل حاجة اولا هنا كده عند الكميز تقدر تختار منها بس انا هشتغل على ال elementor لان هي اسهل وافضل اداة تقدر تخليك تعدل على الموقع بتاعك بشكل كامل يبقى هنضغط على كلمة elementor ديت يبقى يا شباب هنيجي هنا كده هنلاقي كل القوالب اللي نقدر نستخدمها لكل الطواقف سواء عايز موقع الكتروني عايز متجر الكتروني عايز اي حاجة هتلاقيها هنا بس انا بالنسبة لي هشتغل على ال organic store لان ده افضل واسهل حاجة بالنسبة لنا لو انت شخص مو ابتدأ او محترف برضو نيجي عند import complete site ديت نضغط عليها وبعد كده نعمل import لكل حاجة كده هنستنى ان هو يستورد لنا كل حاجة خاصة بال organic store او المتجر ده بعد ها يا شباب هيقول لك imported successfully او the website imported successfully هنيجي نضغط علي كلمة view site هنلاقي ان الموقع بتاعنا بالشكل اللي هو ده كده ولسه معدلناش في اي حاجة تماما اول حاجة هنعملها وهي ان احنا هنعدل على الصفحة الرئيسية نيجي عند edit with elementor ديت وهنلاقي الموقع بتاعنا جاهز انه هو يتعدل بشكل سهل اوي 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 نستنى لحد ما يفتح لنا اداة ال elementor وهنا كده تقدر تعدل الصفحة الرئيسية كما يحلو لك بمعنى الكلمة هنا كده عايز تغير الصورة ديت كل اللي عليك ان انت بتحدي في الصورة دي كده وتعمل upload للصورة بتاعتك وبعد كده سلك تقول وتختار الصورة اللي انت عايزها تمام طيب حضرتك عايز تغير العنوان ده بتضغط عليه ضغطة واحدة بس وتغير الكلام ده للي انت عايزه تمام يعني لو جينا هنا كده طب عايزين ننقل البتاعة دي من المكان ده للمكان التاني بنعملها بدون اي مشاكل عايزين نغير العنوان ده مثلا ممكن نغيره بشكل محترم اوي مثلا ممكن هنا كده نعمل سجل الان تمام عايزين نغير اللي تحتها دية بدون اي مشاكل تماما ونغير الكلام اللي احنا عايزينه في العنوان ده نقدر نغير في الصورة دي نقدر نحذفها ونغير عايزين نغير الصورة دي بنضغط عليها ضغطة ونحذف الصورة دي من هنا ونعمل ايه upload للصورة الجديدة برضو ونغيرها تمام عايزين نغير هنا كده لينك عايزين نعمل اي حاجة هنعملها طيب انا هعمل لكم حاجة واحدة بس واي حاجة في الصفحة دي هتتعامل بنفس الطريقة تمام بالنسبة للصورة ديت ممكن نحذفها ونعمل upload للصورة من عندنا ومثلا نيجي نحط الصورة دي نستنى بس لحد ما تترفع وبعد كده نقول له insert media هنلاقي الصورة بالشكل الاحترافي ده عايزين نغير الصورة دي برضو مفيش اي مشكلة عايزين نحذفها برضو مفيش اي مشكلة عايزين نحذف المكان ده كله برضو ممكن نعمله delete بدون اي مشاكل تماما هنا كده نقول له مثلا افضل جودة باقل تكلفة هنا كده سجل الان هنا كده التسجيل مجاني تمام هنا كده نيجي عنده زرار ده كل اللي علينا علشان نغير اي حاجة بنحط اللينك هنا هو هنا كده اصلا كاتب لك اهو ده كده لينك يعني حط اللينك بتاع شوبناو هنا عايز تغير كلمة شوبناو نفسها برضو مفيش مشكلة اهو بتغيرها تسوق الان تمام مفيش اي حاجة صعب خالص هنا كده عايز تغير كلمة برضو مفيش مشكلة بتيجي هنا كده مثلا شحن مجاني هنا كده عايز مثلا احصل على خمسة دولار وهكذا كما يحلو لك بتغير وبتصمم الموقع بتاعك بطريقتك عايز تهزف حتى لو صورة او لوجو او اي حاجة بتحزفها عايز تغير بتغير لحد ما تصمم الصفحة الرئيسية بتاعتك كما يحلو لك قسم زي ده عايز ان انت تغير الصور اللي فيه عايز تضيف عايز تهزف عايز تعمل اي حاجة هتعملها بدون اي مشاكل تماما كده عرفنا تعديل الصفحة الرئيسية بيكون ازاي وبأسهل وامتع الطرق حتى اصلا وانت شغال كده هتحس ان انت مستمتع انك انت بتعمل موقع او بتصمم الموقع بتاعك بايدك بس قدامك الاساسيات اللي انت تشتغل عليها بعد بقى ما تزبط الموقع بتاعك وتعمل كل اللي انت محتاجه هتيجي عندك المتابضيت وتضغط عليها كده انت زبطت الموقع بتاعك زائد ان الموقع متجاوب مع التليفون المحمول كده زبطنا الصفحة الرئيسية بتاعتنا يلا بقى كده ننتقل لاضافة الصفحات المطلوبة اولا كده في الصفحات هنيجي عندك المتابضيت ونعمل برايفيس و بوليسي او سياسة الخصوصية زي الموقع بتاعك ماهو محتاج سياسة الخصوصية وتحت هنا كده لو عندك سياسة خصوصية بتكتبها لو ما عندكش بتشوف اي متجر مونافيس ليك او انت مونافيس ليك وتاخد سياسة الخصوصية بتاعته او تاخد فكرة سياسة الخصوصية بتتعمل ازاي وتكتبها هنا كده بدون اي مشاكل تماما وتيجي هنا كده تروح عامل بابلش وبابلش نعمل بقى صفحة تتصل بنا بس دي هنحتاج لها حاجة في الاضافات نروح على اضافات او بلاجنز بعد كده ادنيو بعد كده كونتاكت فورم سيفن وبعد كده هتعمل لها انستول ناو بعد كده اكتيفيت بيستخدمها اكتر من خمسة مليون واحد وبعد كده يا شباب نروح على كونتاكت فورم سيفن دايت وناخد الكود بتاعها ده كده نسخ ونروح على اضافة صفحات جديدة واضافة صفحة او ادنيو ونعمل هنا كده اتصل بنا مثلا بما ان الموقع عربي تمام وهنا كده نعمل اللي هو الكود ده كده وبعد كده نقول له بابلش وبابلش لو جينا نعمله فيو بيت جي من هنا كده هنلاقي اتصل بنا بالشكل اللي هو ده كده اي حد هيبعت رسالة هتروح لك على الايميل اللي انت مسجل بيه في كونتاكت فورم سيفن يعني نروح على ورد برس من هنا كده ونروح على بلاجنز ونروح على انستول بلاجنز نروح على كونتاكت فورم سيفن وستنجز ويدت وهنا كده عند كلمة ميل ونحط الميل بتاعنا هنا كده يعني بدل كلمة سايت اد من ايميل تمام اهو ما بين كلمة سايت اد من ايميل تحط الايميل اللي انت عايز يوصل عليه الرسالة او الرسالة اللي هيبعتها الزباين لو عندهم اي مشكلة وبعد كده هتروح عامل سيف من تحت من هنا بس انت كده مش محتاج اي حاجة تاني نروح برضو عند اضافة صفحة جديدة ونعمل صفحة جديدة اسمها من نحنه او اباوت مين وهنا كده نكتب الموقع بتاعنا متخصص في ايه وبيبيع ايه بالزبط وايه المنتجات اللي عندنا ونعمل بابلش لا بلا 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 تمام وبعد كده بابلش وبعد كده بابلش لو جينا هنا كده يا شباب هنلاقي اصلا موجود صفحات كتيرة جدا بتاعت ايه اللي احنا عملناها من شوية بس دي معمولة اصلا قبل كده احنا ببعا مش هنحزف غير اللي احنا عملناها فقط اللي هو اللي هو تمام يعني لو جينا هناك كده رحنا عملنا فهنخلي كل الصفحات موجودة زي ما هي مش هنحذف منها اي حاجة كل اللي علينا فقط ان احنا هنعدل وبرضو نحذف ديت اللي هي اصلا معمولة اولا كده مثلا لو جينا عند ديت ممكن نعمل لها نعملها كلمة تسجيل دخول او نغير اسمها تمام ونعمل ابديت وبرضو نروح على ماي اكاونت اللي تحتها ونعمل برضو اسمها تسجيل دخول علشان تكون الصفحة معربة معانا مثلا تسجيل دخول تمام ونعمل ابديت كده يا شباب لو جينا عند كلمة اكاونت ديت هنلاقي تسجيل دخول وكارت برضو نقدر نغير الكلام ده كله يعني لو رحنا عند كلمة كارت ديت ممكن نغيرها لكلمة سلة بالشكل اللي هو ده ونعمل ابديت لو رحنا برضو عند كلمة تشيك او ديت برضو ممكن نغيرها للدفع مثلا وبعد كده نعمل ابديت برضو نروح عند كلمة تشيك او ديت برضو نغيرها لكلمة الدفع الان مثلا الدفع الان برضو نعمل لها ابديت نروح على كلمة شب ونخليها تسوق مثلا ونروح برضو على شب ديت تانية نغيرها لكلمة تسوق مثلا او تسوق كده شباب احنا عملنا تعريب لكل حاجة موجودة في الصفحات بدون اي مشاكل لو جينا عند بروداكتس وبعد كده كاتيجوريز هنلاقي كل الكاتيجوريز اللي موجود عندنا عايزين نعدلها نقدر نعدلها عايزين نضيفها هنضيف غيرها طيب اول حاجة كده نعمل ديليت وبعد كده ابلاي وبعد كده نبدأ مثلا نضيف اول حاجة اللي هو مثلا هنبيع احذية مثلا هنا كده لو عايزين نخليها في قسم فرعي من اي قسم مفيش مشاكل هنا كده مثلا قسم الاحذية تمام وبعد كده بالنسبة للطيب ده عايزين نخليها في بروداكتس ولا نخليها فين طبعا دي منتجات تبها تكون في بروداكتس عايزين نخلي اي صورة للقسم ده مفيش اي مشكلة مثلا نخليها بالشكل اللي هو ده وبعد كده نعمل ادنيو كاتيجوري عندنا قسم تاني مثلا اللي هو عصائر تمام وهنا كده ده في البروداكتس ولا في المنتجات ولا ايه ونرفع صورته ونعمل برضو اد عايزين نعمل اي قسم احنا محتاجينه اللي هو يكون تحتيه كل الاقسام مفيش اي مشاكل تماما وبنعمله اد من هنا كده نروح عند بوستس يا شباب ونروح عند كاتيجوريز ونعمل اضافة قسمه وبعد كده نسمي كل الاقسام وقسمه اخر يا شباب مثلا نسميه الصفحة الرئيسية الرئيسية ونعمله ادنيو ومثلا حسابي مثلا وبعد كده ادنيو كاتيجوري ونروح على ابرانس ونروح على مينيو ونحذف المينيو اللي موجود ونعمل مينيو جديد بالبرايمري مينيو وننزل تحت شوية عند الكاتيجوريز وفيو اول ونعلم على التلاتة دول ونقوله ادتو مينيو وبعد كده يا شباب نروح على البيجيس او الصفحات البيجيس مثلا ويه هنا كده ونعمل يا شباب اضافة لتسجيل الدخول وصفحة اللي هي الهوم او الصفحة الرئيسية ونعمل تسوق ونعمل الدفع الان ونقوله اد منيو ويا شباب نخلي اللي هي الدفع الان ديت موجودة تحت كلمة تسجيل الدخول وفرعية منها وتسوق ديت نخليها في الصفحة الرئيسية ويه تحت حسابي ده نخلي اللي هما الاتنين دول اللي هو تسجيل دخول والدفع الان وبالنسبة للصفحة الرئيسية ملهاش لازمة فنعمل لها حذف وبعد كده نقوله save menu ونروح نعاين الموقع بتاعنا او الستور بتاعنا هنلاقي هنا كده كل الاقسام وهنلاقي هنا كده تسوق طبعا لسه ما فيش فيها اي حاجة وكل الاقسام من هنا وهنلاقي حسابي هنا كده تقدر تسجل دخول طبعا هنمسجل بالاكونت ده وهتلاقي هنا كده السلة وهتلاقي كل حاجة طبعا انا علمتكم ازاي بقى اتعدلوا في الصفحة الرئيسية كل حاجة لهو كل الكلام ده واللوجو وكل الكلام ده ازاي تعدلوا قبل ما ندخل على طريقة اضافة المنتجات يلا نروح نشوف طرق الدفع اول حاجة نروح على كلمة ووكوميرس بعد كده نضغط على كلمة هوم هنلاقي هنا كده في الوكوميرس هنا كده الطلبات تقدر تتابعها اللي جاي لك وهتلاقي هنا كده كوبونات لو عايز تضيف كوبونات جديدة طبعا احنا هنروح عند كلمة سيتنجس علشان نزبط الاعدادات بتاعتنا اولا هنا كده تحط العنوان بتاعك وكل المعلومات اللي هي مطلوبة منك هنا كده والقرنسي العملة اللي هتشتغل بيها دولار امريكيا مثلا اللي هو يو اس دي ولا الناس تدفع بايه بالزبط تمام وتعمل سيف بعد كده نروح على الخانة التانية اللي هي البرودكت تمام او المنتجات طبعا هتلاقي هنا كده المنتجات بتاعتك بالسنتيمتر بالكيلو جرام بكل الكلام ده دي هتسيبها هتروح على شابنج واللي هي الشحن طبعا يفضل المتجر بتاعك يكون محلي في البداية يعني انا مثلا في مصر تمام نيجي هنا كده نعمل اضافة او او اضافة مكان نقدر الناس يعني تشتغل عن طريقه كده ماشي اللي هو ايجبت ماشي هنا كده اسم المنطقة مصر تمام طبعا دي هتكون كله مصر وبعد كده وبعد كده هنا كده الشحن عايزه مجاني ولا ايه هتضف انت سعر الشحن ده على المنتج ولا ايه مثلا هنقول ان هو هنخليه مجاني بس هنضيفه طبعا على سعر المنتج وهنقوله اد تمام كده احنا فعلنا اللي هي الفري شبنج نروح على البيمنت او طريقة ادفع عندك خمسين الف طريق ادفع عندك دايركت بانك الترانسفير اللي هي التحويل البانكي الناس تدفع عن طريقه اه اللي هو الشيك بايمنت ادفع عن طريق شيك عاز تفعلها بتدوس هنا اللي هي تدفع عند الاستلام دي افضل حاجة لو انت تشتغل محلي والبيبال هنا كده كل اللي عليك ان انت هتعمل سيت اب واتدخل كل البيانات بتاعة البيبال بتاعك وشكرا وطبعا بتاعة الدفع عند الاستلام دي مش محتاجة وهتقول له سيف اللي هو اكاونت برايفيسي الخصوصية دي كده بترجيمها يا باشا وتعيش معاها كل اللي انت عايزه بتخليه اللي مش عايزه بتحزفه او بتشيل العلامة من عليه هنا كده ده الانتجريشن او الموقع الجغرافي ما لكش دعوة بيها هنا كده ده طبعا اللي هي السلة وطبعا كل الكلام ده برضو ما تلعبش في سيبه عايز تعدله ما فيش مشاكل بس انا انصحك ان انت تسيبه زي ما هو وكده الاعدادات بتاعة الوكوميرس بتاعنا خلاص وتقدر تتابع الطلبات بتاعتك من هنا بالنسبة لاضافة الكوبونات بتعمل اضافة كوبون جديد من هنا كده ماشي او اضافة اول كوبون ليك مبلغ الكوبون ده كان مثلا خمسة دولار اه هنا كده قال له فري شابنج لأ احنا مش هنعلم عليها عايز تعلم عليها براحتك هنا كده اقل حاجة يدفع كم علشان يستفيد بالكوبون ده وهنا كده برضو تكتب نفس الرقم هنا كده نوع المنتجات اللي انت عايز ان هو يشتغل عليها الكوبون ده هنا كده عايز منتجات ايه اللي تستبعدها هنا كده عايز المنتجات اللي في من ده او من ده اللي احنا عملنا من شوية هنا كده عايز تستبعد هنا كده عايز تعمل اه اميلات معينة يوصلها ولا لأ طبعا فوق هنا كده بتخلي الكوبون مثلا مش عارف ايه مش عارف ايه كده خمسة اربعة ليه الكوبونات دي وهنا كده وصف للكوبون بتاعك وتعمل وتنشر الكوبون بتاعك همعلم وربنا يوفقك ان شاء الله ده كده بالنسبة للكوبونات ولطرق الدفع اول حاجة بتروح على بروداكت اسمن هنا كده وبعد كده تعمل اد نيو وهنا كده تسمي البروداكت او المنتج اللي عايز تبيعه مثلا حذاء طويل براقبة مثلا بسعر رائع ماشي هنا كده تعمل وصف كامل لكوب كل المنتج بتاعك عايز تضيف له صور عايز تعمل اي حاجة هنا كده سيمبل بروداكت ولا يعني منتج بسيط ولا منتج متغير ولا ايه انت خليه سيمبل بروداكت لو انت يعني بالبداية او شوف طبعا بقى انت ايه اللي هيمشي معاك يعني وتقدر تزبطه هنا كده السعر اللي هو مثلا تلاتين دولار وتحت كده السعر الاصلي يعني مثلا هنا كده المنتج ثمان واحد وعشرين دولار احنا نقول مثلا كان بتلاتين وسيل برايس هنا كده اصبح السعر بتاعه بعض الخصم واحد وعشرين مثلا تماما هنا كده الانفنتوري ده اللي هو الرقم المميز عشان لو حصل مشكلة عند اي حد من العملاء ماشي عن طريق الاس كيو ده تقدر توصل للمنتج اللي هو عليه المشكلة ربنا ما يجيب مشاكل طبعا هنا كده هل هو متوفر دلوقتي ولا لا متوفر منه كام حتة خمسين مثلا كده سيب الباقي ده كله زي ما هو تحت هنا كده عند اللي هو حاج مؤدي ايه بتحط الحجم بتاعه وهنا كده بالسنتيمتر اللي هو موجود وهنا كده طبعا ايه انت عندك عادي انت ضيف هنا كده اللي هي دي ملكش دعوة بيها هنا كده الاتريبيوتس الاتريبيوتس ديت دي طبعا بيكون مأسات يعني دي انت بتضيفها من تحت من هنا كده من عندك كلمة بتضيف المأسات اللي موجودة عندك والالوان والكلام ده هنا كده او الاعدادات المتقدمة او اللي هي مذكرة الشراء هنا كده لو عايز تضيف اي ملاحظات عندك. هنا كده جيت عايز تضيف اي اوبشنات تانية ما فيش مشكلة. عايز بقى تحت هنا كده تضيف صور عايز تضيف اي حاجة ما فيش اي مشاكل خالص. هنا كده برضو تعمل هنا طبعا نسخ هنا كده بتضيف وصف كامل متكامل للحذاء اللي انت بتضيفه او لاي منتج انت بتضيفه. وهنا كده عايز تضيف صور عايز تضيف شحن عايز تضيف اي حاجة ما فيش مشاكل. هنا كده بتختار القسم اللي هو طبعا احذية. تمام? انت طبعا عندك عصير عندك اه هدوم عندك اي حاجة بتختار لقسم بتاعك. وعلمتك من شوية بتضيفه ازاي? هنا كده بتختار صورة رئيسية للمنتج بتاعك. وليكن مثلا المنتج اللي هو ده. وبنعلم عليه وبعد كده طبعا ناخد برضو الكلام ده كده نسخه. بعد كده نيجي تحت هنا كان نعمله اللاصق. لو عايزين نضيف الصور ما فيش مشاكل. وبعد كده يا شباب نعمل تمام كده المنتج بتاعنا اضاف بدون اي مشاكل تماما. لو جينا رحنا عند المنتج ده كده فتحنا فتاب جديد. هنلاقي السعر بالشكل اللي هو ده كده. هنا كده طبعا السعر بتاعنا الاسم الحزاء. وهنا كده السعر القديم كان كام. والجديد كان كام. وهنا كده فهم منه خمسين حتة. وهنا كده عايز منه كام حتة بالزبط. وهنا كده اللي احنا عملناه في قسم الكاتيجوري. وهنا كده تحت الايه الاقسام برضو الايه اللي هو الوصف اللي انا قلتلكم وضيفوه بشكل كبير جدا وهنا كده طبعا لو عايز تعمل زوم ليه الصورة عايز تضيف اكتر من صورة طبعا بتضيفها عندك تحت وبتغير منها من هنا كده كل اللي عليك بتضغط على كلمة اتو كاردو وبتكمل البيانات اللي احنا وضحناها من شوية وكده عارفنا ازاي نعمل اضافة منتج جديد بدون اي مشاكل تماما بس كده دي كده كانت كل حاجة معانا النهاردة شرحت لك بالتفصيل الممل ازاي تعمل مطجر الكتروني كامل متكامل عندك اي مشكلة سبها لي في التعليقات اسفل الفيديو انا برد على كل التعليقات بلا منازع لو حسيت ان الفيديو ده ممكن يكون مفيد لحد ما تنساش تعمل لايك ليه وتشاركه علشان يوصل لاكبر عدد ممكن كل الروابط اللي اتكلمت عليها هتلاقوها اسفل الفيديو ده مباشرة ان شاء الله اكواد الخصم وكل حاجة استنونا في الحلقة الجاية كان معكم مصطفى امين سلام اشتركوا في القناة